اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب خلال لقائها بالعاصمة المغربية الرباط السيد سعد الدين العثماني رئيس حكومة المملكة المغربية اكدت حرص مملكة البحرين على تطوير مجالات التعاون مع المملكة المغربية الشقيقة وتعزيزها على كافة الاصعد والمستويات ومشيدة بالعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على التعاون والعمل المشترك بما يلبي طموحات البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية المشتركة وعبرت معاليها عن بالق اعتزازها بعمق العلاقات الاخوية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المغربية والتي تزداد قوة ورسوخا بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأخي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وإزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية من جانبه أعرب السيد سعد الدين العثماني رئيس حكومة المملكة المغربية عن اعتزازه بالتقدم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة والتنسيق المشترك على المستويين الإقليمي والدولي والتشاور الموصول القائم على العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة والقوية مؤكدا على موقف المملكة المغربية الداعم والمتضامن دائما وأبدا مع مملكة البحرين مشيدا بجهودها الرائدة والرفيعة في حفظ الأمن والاستقرار شكرا